موسيقى غزة غزة هذه المدينة أو هذا القطاع الذي تعرض إلى دمار ليس له نظيم كثر هذه الأيام الحديث وتبادل الاتهامات عبر وسائل الإعلام ومقع التواصل وتم تحريك جنوش إلكترونية فهذه تتهم بالصفوية والأخرى تتهم بالصهيونية وما إلى ذلك وهذا المتصهينين عرب والخرين المتصفونين ماذا يحدث في هذا المجال ماذا يحدث حقيقة على المستوى الأساسي ما يحدث هي حرب إبادة جماعية مصلة على مدني تم الآن تم الإعلان الرسمي على أكثر من 17 ألف 17 ألف ضحية ففي ظل هذا الأمر قلت لكم هي حرب إبادة مصلة على شعب آزم ولكن هناك يا جماعة واحد الممارسات غبية يعني مثلا أنا أكتب على حسابي في تويتر في بعض الأمور أنصح هؤلاء الناس أنصح الحمسويين ما يجب أن تتعاملوا بهذا المنطق مع ما يجري وهم يعلنون النصر وأتابع مثلا قناة الجزيرة وأتابع تحليلات واحد المحلل قلل محلل استراتيجي وعسكري أصبت يعني بالذهول من هذا العجب العجاب الذي أرىه والذي أسمعه يعني منذ قليل فقط كنت أسمعه ماذا يقول إسرائيل فشلت إنهزمت لأنها لم تحقق أي هدف عسكري ويقول حقيقة غزة أبيدت ولكن إسرائيل إنهزمت شوف بمنطق العواطف ومنطق الأخلاقي من يأتي ويبيد المدنيين مش هو أزيم هذا ارتكب جريمة إبادة جماعية قلليني من لغة الهزيمة والانتصار حطها لجانبا ولكن الحقيقة أنه هذا ارتكب قضايا غير قانونية وأخلاقية لما توصل تؤذي المدنيين لكن العجب العجاب أنه يقول لك بأنه ما حقه حتى هدف عسكري أبادوا المدنيين ويقول لك بأنه المقاومة بخير راهم في الأنفاق يخرجوا ويقوموا عمليات وهاهم يبثوننا في الفيديوهات يعني إذا كان ما وصلتش إسرائيل رغم أنه هناك قتلى بعدد هائل في صفوف القسام وهذه ما يتحدثوا عليها أحيانا يكشفوا هكذا ولكن ما يكشفوا المعلومات المقاومة بخير لبس عليها لكن سنقاتل حتى آخر مدني هكذا تسوق الجزيرة للناس اللي يتابعوا فيها حقيقة للناس اللي يتابعوا يقول لك هكذا مدامجي المحلل الاستراتيجي وهو لواء سابق ومثقف ولهما كانت يقول بأنه القسام انتصرت وبعد يبدأ يديرك فيديوهات يقول لك ها هي لاحظ حفات معناها عنده إرادة مستعدمو تستشهد ما هوش هكذا التحليل الاستراتيجي تحليل الاستراتيجي ما هو هكذا ولا التحليل العسكري هكذا يعني جايبينك أنت جنرال حطينك في الواجهة باش تسوق فقط إلى ما يريدون ما تقبل نفسك هذا الأمر ما تقبل نفسك هذا الأمر وأكثر خطورة منذ قليل قال لما بثت إسرائيل الاحتلال إسرائيلي بث فيديو حول حادثة في مدرسة قال رغم أنني لم أطلع على المعطيات ولكن أجزم أنه لا يوجد هناك عناصر قسام أنت محلل قاعد في الدوحة لك مع القسام ولك مع قسام مشك موجود على الأرض كيفش تجزم أنا تضرب المصدقية تاعي مدام ما عندكش معطيات ما تحلل هاش يقول من خلال الصورة وما أراه هذا ما بظهر لي لكن لا أملك المعطيات حتى أكون أجزم بشيء ما لكن أنت تجزم وليس لديك معطيات تجزم بأنه ما كانش القسام هناك وأنه الفيديو هذا مفبرك بل أنه قال أنه مخرج هذا الفيديو كأنه متعاطف مع القسام يعني والله لو كان عندي وقت رأني خذيت لكم الفيديوهات هذه تسمعوها بأنفسكم ولكن أرجعوا إلى فيديوهات جزيرة يا جماعة يا ناس أنا لاحظت حملات كبيرة يعني لو أحسب التعليقات التي تأتيني بالسب والشتم والقذ في عرضي ونفسي ما لا يمكن تخيله أنا مخليه نفسوا على أنفسكم أنا أدرك يقين أن اللحظة قادمة قادمة لما نجيب فيديوهات تعنيسها يبكوا ويقول هانا واش نعانوا هانا واش نقولوا هوا واش يصرى آآ لا هذهم كين اللي يتهمهم وقلك هذهم متصهينين هذهم هذهم راههم راههم شريوهم بالفلوس وامتوعهم اللي يجي يقولوا آآ ما مستعدين نموتوا من أجل المقاومة بش يفوت في الجزيرة لا هذهم عادي جدا ما همش شريينهم بالفلوس يعني والله هذا المنطق الغبي يعني أنا جيت منهار الأول قلت هذه لا يمكن التسويق لها بمنطق هزيمة ونصر ما يحدث هي إبادة جماعية خليها في هذا الإطار قمتم بعملية عسكرية في السابع من أكتوبر لم تحسبوا إلى هذا الأرض أنا في تقديري الشخص نقول هالكم بخيال من وجده حماس انتهت في غزة ولن تعود غزة لحكم حماس كما كانت من قبل ولكن الخطة الآن التي يجري الترويج لها أنه الانتصار حدث والمقاومة انتصرت لأنه هذا هو منطق انتع الحلف الإيراني الحلف الإيراني هذا هو منطقهم أنه مادم تنقاوم ما موت شرا انتصرت عندما موت راني انتصرت لأنني استشهد لكن الهدف الاستراتيجي من هذه الحرب وما هي أنا لما أغذى خرج في حرب رأوا عندي أهداف وأولوية الأولويات نحسب لها في اللول قمت بعملية اختراق رحت اختطفت عسكريين ومدنيين جبته انت تدرك يقين رح يكون رد الفعل عنيف ماذا هي الخطة التي أعددتها لحماية المدنيين في حالة الحرب الإبادة الشاملة والقصف هل عندك مواقع تحمي فيها المدنيين هل عندك أغذية توفرتها من أجل يعني الناس يوكلوا هل ضربت حساباتك عذا حصر الناس وهربوا إلى مكان واحد كيف تحميهم إذا أرادوا الذهاب للمعابر كيف يكون الحال ما هي مواقف الدول العربية ما هي مواقف كذا وكذا وكذا هذه لم ترعيها وجي تحدثلي على النصر خلاص أحكمي الحاجة واحدة العرب خوانة والعرب كذا ما وقفوش معانا هيا نقول لكم نتكلم على بكل صراحة والواقع هو هذا سنسأل البعض يرسل لي ويقول لي يا أنور مالك لا تتكلم بهذه الطريقة ما هو وقته الشعب يموت ومبعد ما تفوت لو نجي نتكلم ها علش ما تكلمت قبل الآن أنا نتكلم على النظام السوري فيهم سوريين يأتون يقولوا لي أنت جيت مع جامعة الدول العربية في بحث المراقبين ووقفت مع بشار الأسد يعني كل العالم يعرف موقفي ورغم من ذلك يجي لي يقول لي هذا الكلام يعني غدوة نسكته على هذا هذا الابتزاز هذا هذا الظلم هذه الناس هذه الإبادة التي تعرضوا فيها الناس إسرائيل تقتل وحماس تريد أن تسوق للانتصار أنت حزب سياسي تنظيم معين تنتمي إليه ومستعد حماس مستعد أن يموتوا كل الناس ترجحي تحكم ما تبقى منهم هذا هو الواقع اللي يقول هكذا ما الذي جنيته أنت كي تخوض حرب ما تحميش أهلك تخوض معركة شرف وما تقدرش تحمي أهلك وعرضك وش من معركة هذه وش من انتصار هذا الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق كيفاش بعد على الأهالي وكيفاش حمال مدنيين كل الدنيا تجربة القسام بحد ذاته وأنا اكتب انشرت موضوع حول تجربة القسام كان يتفادى المواقع عن المدنيين كان يتفادى كل ما يستفز العدو في لحظات معينة رغم أنه كان هناك تكافأ في الفرص في القوة ما بين قوات القسام والاحتلال البريطاني وشبكات المستوطنين ورغم ذلك يرفض أنه يستهد في المدى أنت تدخل في معركة المعركة من أجل ماذا؟ السؤال لي نطرحوه عندما يأتوا المحللين حلف إيران هذا ويتحدث يقول لك إسرائيل ما حققت أهدافها لا يبني ما هي أهدافك أنت الذي بدأت الحرب هذه ما تجي تحكي لي قبل الحرب كانت حروب أخرى وكان احتلال هذه الجزائر محتلت 132 سنة ومرت عدة المقاومات وكذا 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 حتى الحرب التحرير أنا نتكلم لك على ما بعد السابع من أكتوبر هذه الحرب أنت الذي بدأتها بدأتها من أجل ماذا؟ ما هو الهدف؟ الهدف أنك تجيب أسرة كي تحرر أسرة قديت إلى مقتل اليوم للرقام الجديدة تجاوز 17 ألف جهيد نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحد أمر آخر أكثر من سبعة آلاف قفل وأكثر من ستة آلاف إمرأة يعني ما بين الأطفال والنساء اقترب من 14 ألف هذا الرقم الرسمي وما زال هناك الألاف وأجزم لكم بأن العدد سيقترب من 40 ألف الجرحة رهما تجاوزوا الستين ألف جارية الأزر بحد ذاتهم رهما تجاوزوا عشرة ألاف فقط في غزة إلى جانب أكثر من ثلاثة ألاف أو أربعة آلاف في الظفة في الظفة يعني تروح تخطف لي شوية أسرة باش تحرر أسرة تؤدي إلى أسرة لا يقول لك لا آه ما نخذها شو منطق هذه منطق الخسائر قضايا تحرر كل أو عندكم في الجزائر ماتوا مليون ونص خلاص ضحوا بالمليون ونص انتع غزة تجي تقتلهم إسرائيل كل قل لهم حبثوا الآن أعطونا الاستقلال أعطينا لكم مئة مليون ونص شهيد ما هكذا في الثورات تحرص على على أرواح الناس وشي وشي ما الذي استفاده ما الذي استفاده الشعب الفلسطيني من هذه القضية تمزق تمزق الشتات الفلسطيني وتمزق الفلسطينيون في الداخل خلاص تمزقوا هذا إلى جانب المواقف العربية انت جيت لهم الدول العربية هل حماس راحت شاورة الدول العربية على هذه العملية أخذت مشورة الدول العربية لم تستشر إلا إيران وهناك من يقول توجد ربما تركيا ربما ما عندي ولكن أجزم لكم أن إيران على علم كامل وهذه معلومة استخباراتية من مصدر استخباراتي أكد بأن إيران كانت عندها المعطيات الكاملة على هذه العملية إلى جانب أمر آخر قطر كانت على علم المسبق ولكن الكل يتنصل الآن الكل يقول معنا بل ناشي وقطر ما علمت العملية حسب معطية المتوفرة لديها على أساس أنهم شاوروها تحصلت عليها بطريقة استخباراتية لأن القيادين رهم عندها ثم وما أسهل مراقبة التليفونات ومعرفة وشي دور عندها لكن إيران عارفة ومدام عارفة إيران واستشرتوها وقالت لكم إلى الأمام إذن من يجب أن تلعنوها هي إيران إيران هي التي ورطت حماس في هذه العملية اللي ما تورطتش فيها قيادات حماس رهم فيه في الخارج وفي فنادق خمس نجوم ولبس عليهم وولادهم كل في الخارج وميسورين الحال وأموال وكذا وكذا وشكل يرعا تدفع الثمن تدفع فيه ثمن أكل مواطنة اللي ما ترقش وش توكل خليني نعرض لكم والله هذه بالمناسبة بعض بعض الأمور اللي 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 في هذا السياق خليني نعرض لكم شي ها 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 خليني نعرض لكم بعض اللي أنا انشرتهم الآن على تويتر بتاعي وصفحتي في تويتر وروحوا يشوفهم خليني نعرض لكم بوش يقولوا النسوان هذم مساكين اسمعوا يا الله يرضى عليكم اسمعوا هاي اسمعوا السيدة هذه برك الله فيكم اسمعوا هذه واش تقول الحمد لله على كل شي بس يعني على الأقل نحن نزحنا من بيوتنا يعني لا نملك شي فمنتمنى من الله إن المساعدات هاي اللي عم تصلي يا العالم إنه إنك حق شرق يعني شو ما نقول الله أعلم بحاركنا والله أعلم بظروفنا يعني نفسي قالت كلا وبتمنى مو بس أنا كل الناس اللي موجودين في كل منارة ومساعدات ومين بيوتنا طالما إنه عم فيجب اسمنا باسم الشعب وباسم العالم والنازل بالدمان اللي يرسل يعني فلوين مساعدات يكوها لمن لمن لعني إحنا مو من الشعب اللي تضرر ولا إحنا مش من العالم هذه تحكي على المساعدات استمعتوا إليهم أسمعوا هذه تحكي تصور لكم الحال اللي يرضى عليكم أسمعوا ماذا تقول هذه السيدة الفاتح اشتركوا في القناة ولا نعي pertaining برشة معرض عليها اكلى نهاد مسؤولنا بيوت وعن ن فيص بس حيات اكلى داع فى الخمحة بس كلا ناس من لا تتكلم عليها لا وقتاش عنها لا تتحسبي لها لا تتحسبي لها لانشان الله من اللى احنا فيه ضاقة الخضاقة الصدور لا تتحسبي حياة لسه اللي بيوت عليك فيه لا تتحبب ربنا بس حسبيا نهرو حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب في نحن اللي وصلنا لي هذا لا تسمعه مستحيل تذيع الجزيرة هذا لن تذيعه الجزيرة اللي رايح تعمل في الميدان جيب لك غير نسوى الحمد لله نحن نقاوم متمسكين بالأرض جيب غير في الأشخاص الذين يشيدون بالمقاومة لكن هذم اللي يقولوا مثل هذا الكلام ما تسمعهم معاناة قاسية بمعنى الكريم هلاش هذا قلت لكم أن الوضع ما وصلت إليه غزة بسبب إيراني إيران لعبت رأس الحرب في هذه الحرب ودخلت فيها ورهي تتاجر بها وتريد أن تحقق مصالحها وخليني أن أوري لكم شيء مسؤول إيراني واش يقول هاي باش نكونوا على بينا من العمر باش ما ننطحوش في هذه الخزعبلات هاي أمامكم مسؤول إيراني واش يقول مساعد قائد الجيش الإيراني الممر التجاري الذي اقترحته أمريكا على الهند ألغي تماما بعد عملية طفان الأقصى شدد مساعد قائد الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري على أن الممر التجاري الذي اقترحته أمريكا على الهند ألغي تماما بعد عملية طفان الأقصى وهو الممر الذي ينطلق من الهند ومرعبر السعودية ويسل إلى مرفأة النبيب وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا خلال كلمة له في شيراز الإيرانية لفت إلى أن الكيان الصهيوني استدعى قوته من منطقة جنوب القزاء الققاز خلال الحرب على غزة هذه من بين الفوائد وطبعا حتى الأموال راهي بثت منذ أيام فقط على أنه أموال يعني راهي تأخذ عشرة مليارات أيضا من العراق في إطار خبر آخر مش هذا الخبر الذي أورده يعني بالله عليكم إيران اللي بقيت استفيد مستفيدة من هذا الحرب أهل غزة خسروا بيوتهم خسروا أموالهم فقط بجي يصبرهم يقولونهم الجزائر مات فيها مليون ونص شهر آه الثورة لازم لها دم نعم لازم لها دم هذه حقيقة لازم لها ضعايا لازم لها شهداء لازم لها طفحية حقيقة ولكن ذم الخطة ما هي خطتك أنت في هذا يعني عناصر القسام وعائلاتهم موجودين تحت الأرض في أنفاق مكيفة وهذه موجودة في حين السكان خليهم البر خليهم يموتوا فيرجعوا مباشرة أننا نأتي نتكلم على هذا الكلام هم يقولوا صهاينة العرب والمتصهينين وكذا وكذا خلاص وديرين واحد الحملة مرعبة باش كل واحد بمجرد ما يجي ينطق هذا الكلام وينطقد حماس مقدسة واحد يكتب لي يقول لي أنت لا تساوي حذاء السنوار فالياذه هو لا يساوي حذائي ما لم تلده أمه لأكون أنا لا أساوي حذاء ويكون ما يقول لاه نبي ولاه صحابي جليل بشرك كل البشر كان يعالج خلي غدوة تشوفوا حلقة أعطيت فيها معلومة المهم إخواني الكرام نقول لكم هذا الصراع راه دليل على وجود إيران في الخلف يقول لك الآن الخطة وشي أنهم انتصروا وبعد ذلك عندما تظهر خلاص انتهى حكم حماس يقول لك لا هم أسوا مجموعة جديدة مسلحة كلها للتغطية للمرحلة القادمة بعد ذلك وش يقول لك لا نحن انتصرنا وش كون اللي تخذلنا وش كون اللي غدروا تآمر على هذا الانتصار هي الدول العربية ودول العربية وش كون اللي فيها فيها صهاينة العرب كما يقولوا هكذا وش كون الآن صهاينة العرب راه اللي يقتل فيهم الحوثي الحوثي بطل في نظرهم وراه دار ودار 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 وما من يقتلهم الحوثي هذا كوم الصهاينة ويقتل فيهم بشار الأسد ويقتل فيهم حزبالة ويقتل فيهم الحجد الشعبي الحجد الشيعي وما إلى ذلك حابين الآن يصوروا بأن العرب خونا لفلسطين رغم أن إيران نتحداهم يثبتوا أن إيران أعطت أسلحة كذبين من وين جابت الأسلحة إيران حتى توصلهم لغزة في مرحلة مرسي الله يرحمه في تلك المرحلة تم تحويل أسلحة إلى غزة برضا مصر بغض النظر مرسي ولا غير مرسي يبقى رئيس الجمهورية المصرية جمهورية مصر العربية كان رئيسة معناها هذا السلاح راه إذا كان جاء من إيران أو أعطي من خزانة الجيش المصري فهو سلاح مصري من وين جيب لهم السلاح إيران دربت عناصر أخذت عناصر من القسام الدرب في ثكنات الحرص الثوري مثل ما دربت من قبل إرهابيين جزائريين في الضاحية الجنوبية وأيضا عند الحرص الثوري وهذا أدانهم القضاء الجزائري والآن القضاء الجزائري والدولة الجزائرية تسبح بحمد إيران اللي كانت تدرب في إرهابيين كانوا يبقرون بطون الحوامل هذه الحقيقة من وين جاهم السلاح؟ كلام كذب صدقوني ما أعطت لهم سلاح تعطي لهم مئات مليون دولار سنويا مئات مليون دولار راهم جيبوا فيهم زوج رجال أعمال من الخليج يعطونهم أكثر من مئة مليار دولار مئة مليون دولار في المقابل ما تأخذه حماس سواء بطبرعات أو من خلال المشاريع اللي عندهم كرجال أعمال وكذا 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 بالمليارات تفوق عشر مليارات دولار سنوية من دول الخليج نفسها فقط انت جددي من دول الخليج المليارات لا تذكر جميلة مستشفيات سعودية وإماراتية وقطرية كلها من الخليج حطيني شيء دارة إيران هل يتحدثوا عليه فقط؟ راهوا كله كذب في كذب إيران تعطي لهم شيء ولكن هما رابتين نكاية في العرب نكاية في الدول العربية رابتين مع إيران وهذه هي الحقيقة التي يجب أن تنتبه لها المحور المتصهين الحقيقي هو المحور الصفيوني أما نحن الذين ننتقد ما تقوم به حماس لأن ما قامت به لم تحسب له ولم تعد له العد يعني بالله عليك هذا منطقيا تروح أن تدخل حرب لا تستشيرني بالأن الأسوأ في هذا تبوني ليحسب في نفسه أنه عنده قيمة على هذه الأولى لا يتم حتى ذكروا ولا إشراكوا في مفاوضات ولا إشيء أحتقروا الجزائر يحتقروها أنت تحتقر لي الجزائر وأنت تحوس عندي قيمة أنا أتعاطف مع الضحايا الأبرياء اللي هم ضحاياكم ها هي مرأة قلت لكم حسبون الله وعنى أعمال وكيل في كانوا السبب وهي تقصد حماس والقسام وأرب يسترها فقط لأنه هناك تصفيات كل من يحتج يصفى وسهلا شهيد من شهداء للقصف الإسرائيلي الحمش إذن إخواني الكرام نقول لكم هذا الصراع راه وشوف أعطوني بلد دخلتها إيران ما خربتها وبلد تواجدت فيه الميليشيات ما تخربت الدول العربية ترفض دعم الميليشيات كلها بالأنظمة العربية والقوانين العربية تمنع هذا الشيء وهم داخلين علينا غير بالميليشيات وداخلين علينا غير بي مثل هذه الأمور الله المستعد إذن إخواني الكرام ما يحدث في غزة حرب إبادة جماعية ولكن هناك يعني أمر عجيب تحويل كل ما يحدث على حساب دماء الناس إلى نصر لميليشيات إيران الإرهابية وهذا أعتقد يعني أمر خطير للغاية ويجب أن نقف عنده لذلك تابعوني تابعوني على حسابي في تويتر فأنا أكتب يوميا وبصفة دائمة ومستمرة حتى تنتهي هذا الحرب لأنني لا أريد أن أكون شاهد وما شفشي حاك ما يقول الحقيقة بعد ما ينتهي كل شيء ويريقلوا العرس على حسابهم نجي أنا أقول لهم ها وصرا ها وصرا لا أتكلم الآن وديروا حملات وصبوني واشتموني وأعلى ما في خيلكم أركبوه وواحد يقول لي سوريا وكذو ما بعض السوريين يكتبوا لي ويرسلوني وكذلك يكتبوا حتى على العام ينتقدوا فيه وهذا كان عنده موقف مع سوريا شوف عندما قمت بموقفي أملاه علي ضميري لا أستأذنتك أنت ولا أعرفك أصلا والآن أقوم بما هو مؤمن به ضميري ولن أستأذنك ولا تعني لك شيئا مع احترامي للسوريين العقلاء الفهمين وأيضا مع احترامي الذين أفضوا إلى ربهم واستشهدوا وكانوا يعني اصدقائي قبل ما يرحلوا وحملوني مسئولية تاريخية لذلك لن أتخلى عن الثورة السورية حتى لو قالوا ما قالوا لا يهمني هذا القول ولا المقال ولا ما يقال وما سوف يقال وما لم يقال لو قيل كيف يقال واذكروا كلامي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر